لا تقتلوا عجزة الإيجار القديم أهلا بكم قبل ما أبدأ معكم تفاصيل هذه المقالة أدعوكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسوا دعم المقطع بلايك يبدو أن العلاقة بين المالك والمساجر في مصر ستبقى في رقنا التخوين وعدم السكة إلى الأبد ومعما حوالة الحكومة تقريب هذه الفجوة التي خلقها العهد الملكي تظل هذه العلاقة قطرة في المقص كل مجدود نحو الآخر ينظر المستاجر للمالك بعين الشك والريبة والعكس صحيح وكانها مع أعداء حتى ولو كانوا أصدقاء أو جيرانك أتحدث هنا بالطبع عن العلاقة الإيجارية وفقا للقانون القديم الذي مضى عليه أكثر من نصف قرن وهو القانون 49 لسنة 1977 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1981 حتى ظهر قانون الإيجارة الجديد رقم 4 لسنة 1996 الذي حرره العلاقة الإيجارية وأداء لاتفاع صعر الإيجارات في جميع المحافظات بينما ظلت العقرات القديمة بما فيها من محلات كما هي محلك سر دون أي زيادة وحسناً تحاول الحكومة والبرلمان تهزيب قانون الإيجارة القديم بتعديلات تحقق جميعاً من التوازن المؤقت حتى يتم تحرير هذه العلاقة وفقا لقانون 1996 الذي ربط هذه العلاقة بسنوات محددة ونزع منها فاتلة الأبادية المجحفة وأغضعها على قاعدة العرض والطلب واجعلها وفقا لما تم الاتفاق عليه في العقد تطبيقها للنص الدستوري العقد شريعة المتعقدين ولكن تواجه هذه المحاولات عقبات كثيرة بسبب تأصر قطع قبيل من الشعب بمقترحات الزيادة والسنوات التي حق فيها للمالك طرد المساجر القديم وتعود قصة تأصص الصراع الخفي بين المالك والمساجر إلى العهد الملك الذي كانت تسود الرئيس المالية الأقطاعية المسيطرة على كل مجالات الحياة الاجتماعية بما تملكه مناطيان وعراضي وعقرات جعلت لها اليد الطولة في هرمان قطاع عارض من الشعب من حق السكن الآمن المستقرة وعندما قامت ثورة 23 يوليو 1952 انحازت للفقراء على حساب الطبقة السرية ودون مراعاة حق هذه الطبقة وابنائها وحفادها في حق الحياة بأمان واستقرار وخلف شعار الاشتراكية خلق العهد النصري بقوانين الإسكان أنزاكع حالة غير طبعية جعلت العلاقة بين المالك والمستاجر تجبه ما بين القط والفار والسبب عقد إيجار مفتوح المدة لخمسين أبل وتسعين عاما أحيانا مع حق توريس ذلك العقد لأبناء المستاجر وبمرور السنوات ثبت فساد هذا العقد بحرمانه للمالك الذي كان غنيا وأصبح فقيرا الآن أو متوسط الحال من الاستفادة من أملكه وما طرق لها الوالدان إرسان يعينه على مواجهة حياة اختلفت تماما شكلا ومضمونة عن تلك الحياة التي كان يعيشها المصريون عند صدور ذلك القانون وعندما شعرت الحكومة والبرلمان بمدى الظلم الواقع لازير فيها شرعت في إصدار قانوني إنصفها بتدرج ولكن ظهرت مشكلة أخرى ربما لم يأخذها نواب الشعب بعين الاعتبار وهي فئة العواجيز كبار السن والمحالين للمعاش وكذا المقطوعين من شجرة لا ولد لهم يعولونهم ولا يستطعون تأجيل مسكن آخر بمعاش تقاعدي لا يكفي سامن الدواء والعلاق صحيح أن المالك الذي لديه عمره بها عشر شقق وعدد من المحلات في منطقة تجارية وسكنية ولا يتحصل منها سوى 100 أو 200 جنيه شهريا يشعر بالغبن والظلم والأشحاف ولابد من أنصافه إلا أن هذا المستاجر المسكين الذي تجاوز الستين ولا مأوله سوى هذا المكان حتى يرحل إلى دار البقاء والخلود يستحق من الحكومة والبرلمان بعد الله الرأف والرحمة ونرى أنه ظل ملتزما بسداد ما عليه من إيجار في ظروف وسنوات كان فيها مبلغ الإجار لا يستهان به كما تحمل نفقات صيانة العقار مع جرانه وبعد امتناع المالك تماما عن تحمل هذه الصيانة أرغم أنه تمكن من خلال هذا الإجار الذي أصبح سهيدا الآن من سداد جزء كبير من سمن هذه الشقة التي تقدر الآن لملايين أقول لنواب البرلمان وقبلهم الحكومة لا تقتلوا العواجيز ولا ترفنوا كبار السن وأصحاب المعاشات وهم على قيد الحياة بحث لهم عن مخرج وعن حل وسط يرضى الطرفين فهم لا يستحقون الطردهم في خريف العمر وأتمنى أن تشمل التعديلات الجريدة للقانون نصا صريحا وواضحا على عدم تضهم حتى يغير دور الحياة وأن يتحمل صندوق الحالات الحارجة لضحاء القانون ما يزيدها في الكيمة الإجارية المعدلة ويسري ذلك أيضا عن محلات فهناك علاقة من المستاجرين البوسطاء لمحلات كديمة ومتهالكة في القيارة وبقية المحافظات ولكنها تعينهم على مواجهة الحياة فهلا أيضا ينبغي الانتظار عليهم بحيث يسترد المالك محل بمجرد وفاة هذا المستاجر العجوز الذي ليس له سنة بعد الله سوى ذلك المحل القديم فالرحمة في جميع الحوالي حق للضعفاء وما أجمل أن يكون واضح القانون إنسانا يراعى الظروف الضعيف ويدرك أن هناك رب أرحم من الجميع